الخبر الأول كان بالتأكيد من الحدث الأهم في هذه الأيام الذي تتابعه كل البشر يمكن في حالة من الترقب والقلق الشديد جدا إذا ما يجري في أوكرانيا روسيا بتشهد حرب يبدو أنها واسعة النطاق على كل الأرجاء الأوكرانية غير عبئة بالتهديدات والعقوبات منظومة العقوبات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والنيتو هددوا بفرضها على روسيا في حال اجتياحها الأوكرانيا يبدو أن روسيا بتثبت منطق ليس جديدا على العالم وأن القوة هي القوة وحدها هي التي تتكلم وهي التي تغير الواقع وهي التي تفرض إرادتها روسيا بتضرب عرض الحائط بكل التحذيرات وبكل المؤسسات الدولية وبتكتاح أوكرانيا وبتفرض واقع جديد ويبدو أن هذا ما لم يكن هناك موقف صارم لم تبدو حتى الآن له أي بوادر أو مؤشرات سوى منظومة العقوبات الاقتصادية اللي يبدو أن موسكو قادر على التعامل معها وقد تعملت معها من قبل بل أنه اللي أصغر منها والأقل منها إمكانيات زي إيرانت عامل على مدى سنوات طويلة مع منظومة العقوبات وإدري يتكيف ويتأقلم عليه فيبدو أنه سلاح العقوبات اللي بيهدد به الغرب لم يعد يزعج روسيا أو يقلقها كثيرا وهي ماضية في مشروع بوتين اللي أي حد متابع يعني للخط اللي سلك الراجل منذ أن وصل إلى الرئاسة الروسية وسيطر عليها بهذه الطريقة إن الراجل جاي يعيد أمجاد الإمبراطورية الروسية ويعيد مرة تانية روسيا إلى المشهد الدولي لم يكن غريبا أن رايا تدخل تدخلا سافرا في سوريا وغض العالم الترف عن هذا التدخل الروسي بما شمله من مجازر ومن يعني ما يمكن أن نسميه جرائم ضد الإنسانية ثم بعد ذلك تدخل في ليبيا ثم يتدخل في عدد من الدول الإفريقية والعالم تعامل بمنطق أنه مدام بعيد عن حدودنا وبعيد عن أمننا القوم يعمل اللي يعمله اليوم هو يدخل إلى النطاق الأوروبي وسيطرة روسيا على أوكرانيا ربما تكون أخطر تهديد لأوروبا وللمشروع الغربي بأكمله منذ الحرب العالمية الثانية بكل تأكيد قبل ما أسمع تعليق الشيخ عصام من حيث المشاعر الإنسانية والواجب الإنساني نتأذى لأي مشهد من مشاهد الدمار أو مشاهد العدوان على المدنيين بكل تأكيد لا يحب المسلم أن يرى دماء تراق على الأرض بكل تأكيد تتأذى مشاعر المسلمين عندما يرون أطفالا ونساء يهرولون إلى الشوارع أو إلى المخابق أو إلى الملاجئ أو تهدم بيوتهم هذه مشاهد تؤذي أي إنسان بطبيعة الحال بكل تأكيد يحمل المسلمون في قلوبهم مشاعر تجاه البشرية كلها ملقوها الرغبة في الاستقرار والرغبة في الحياة الكريمة والرغبة في الأمن لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان وأباه التكريم بوصفه إنسانا فنتأذى من مشاعر الدمار لكننا نقر في الوقت ذاتي ونعلم أنها محصلة طبيعية لسياسات خاطئة لسياسات قامت على الكيل بمكيالين لسياسات فرقت بين الدماء فاعتبرت أن الدماء المسلمة الدماء مستباحة في كل مكان واليوم للأسف الشديد النار التي أشعلوها وسمحوا بإشعالها تمتدوا إلى ديارهم نتمنى ونرجو أن الأمور لا تتطور إلى ما هو أكبر من ذلك لأن العالم من زوايا كثيرة لا يحتمل الأوضاع الاقتصادية في العالم لا تحتمل الأوضاع الغذائية في العالم لا تحتمل لو تطورت هذه الحرب وتحولت إلى حرب إقليمية خارج حدود أوكرانيا فده معناه أن العالم داخل العالم كله داخل في أزمة ربما غير مسبوقة على مستوى توفر أساسيات الحياة في ظل ما نعلمه جميعا من أزمات اقتصادية ومن نقص الإنتاج عن الاحتياج العالمي للمرة الأولى في ظل جائحة كورونا ومن أزمة سلاسل الإمداد والتصدير التي يعاني منها العالم وبالتالي أي عبء وضاف على كال البشرية في هذه المرحلة يبدو أن الدول الضعيفة والدول الفقيرة هي التي تدفع سمنه الأكبر للأسف شديد وأكثرها للأسف أيضا في نطاق العالم الإسلامي يعني تكملة وعطفا على كلام دكتور حاتم في موقفنا كمسلمين وموقفنا كمسلمين ينطلق من موقف الإسلام من البغي والظلم والحرب الإسلام يكره مفردات الحرب كما رأينا في نصوص كثيرة من القرون والسنة والصلح خير والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره حتى مجرد اسم الحرب يعني لما سيدنا علي بن طالب رزق أولا بالحسن وكان أراد أن يسميه حربا فقال لو صلى الله عليه وسلم بل سميه الحسن وحينما جاءه أيضا كان يريد أن يسميه حربا قال بل سميه الحسين الشهاد النبي صلى الله عليه وسلم حتى مفردة الحرب مكروهة في الإسلام وليس معنى أنها مكروهة في الإسلام وغير مرغب فيها في بلادنا نحن فقط لا على وجه الأرض جميعا للأصل أن المسلم يحب السلم للناس جميعا والأمان للناس جميعا فنحن نكره أي حرب لأن في النهاية ضحايا الحروب ليسوا العسكريين أو ليسوا العسكريين فقط على الأقل يعني لكن أغلب ضحايا الحروب يكونوا من المدنيين من البراء العزل الذين لا ناقة لهم ولا جمل في مثل هذه الحروب لا أريد أن ندخل في شق السياسي ولماذا فعلت ذلك روسيا ولا أوكرانيا ولا الموقف نحن نتكلم فيه الموقف المبدئي من قضية إراقة الدماء بينما يوجد مساحات للحلول لمن أراد إذا كان هناك مشكلة أصلا تستدعي النقاش في الحلول الأمر الآخر السادة الذين يعني دائما ينادون بفصل الدين عن السياسة وكذا مش عارف إما وقفهم لما شافوا صوري بوتين وهو في قلب الحمام المقدس وراه التعميد ومراكته قبل دخول الحرب قبل دخول الحرب وقبل سوريا برضو تعامل حاجة وزيها برضو خلاص أنتم متخيلين النهاردة لو أعيد حرب أكتوبر من جيوبة في رمضان هتطلع نسألك وليه رمضان بالمناسبة لو رجعت حرب أكتوبر وهذا التطرف العلماني والضد التدايم بهذا الشكل موجود هتطلع نسألك وليه شمعنا رمضان ما تخلوها هاي أخي في الفلنتين طيب بوتين عمل الكلام ما فيش ولا تعليق خالص إنما إعادت مثلا آيا صوفيا ولا تعليق من مين يعني ولا تعليق من الناس اللي بتقول لك ده دين في السياسة والسياسة في الدين آه من العلمانيين العربي إنما إنما لما أعيد آيا صوفيا المسجد لا أنا عايز أقول لك لا عايز أقول حاجة يعني كمان بالإضافة لكده أنت عندك الراجل إبراهيم عيسى ده ولا مش حرف اسمه يطلع الأسبوع اللي فات وتكلم عن إنه التاريخ الإسلامي الدموي ومش عارف مين اللي قتل مين ومين اللي حارب مين فاكر القصة دي نعم تم تتلبني يا أستاذ إبراهيم ولا يا أستاذ إسماعيل أنت عن التاريخ الأوروبي آخي وبيان للسلم والتحضر والرقي اللي بين الأوروبي المسيحي مع الأوروبي المسيحي يا الحرب دي اللي بتشن الآن بكل ما فيها من بغي وبكل ما فيها من عدوان اللي قايم بيها مسلمين اللي قايم بيها ناس تأثروا بالخطاب الديني السلفي اللي مش عارف إيه لإيه لإيه ده المسلمين أكتر ضحايا للحروب في آخر قرنين من الزمان وبالتالي سيبك بقى من التاريخ وكلمنا عن الواقع طيب قرب شوية الكاميرا والكدر بتاعك وشوف اللي بيحصل في الدنيا على أي حال نتمنى لهذا العدوان أن يتوقف ونتمنى له ألا يتطور إلى ما هو أبعد ونتمنى أن يكون هناك على ظهر هذه الأرض مساحة للعقل ومساحة للتراحم ومساحة للإنسانية التي لطالما زبحت على أيدي أبنائها على الأقل في القرن الأخير